اشتركوا في القناة نجي اصدقائي للمقادير هنا عندي مثل ما تشوفون كيلو من الجزر المغسول والمقشر والمنظف مقطع بهذا الشكل حتى يسهل عملية طبخة او يصير اسرع ونحتاج هنا عندي انا راح اطلى كيلو من السكر اذا تحبون تقللون نسبة السكر شوية اذا ما تحبوا حلو ممكن تحطون 3-4 كيلو هنا عندي القليل من اللاموندزي وعندي مكسرات مختلفة الانواع انا هنا مستعملة بندق مبروش ولوز مقطع هذا بندق مبروش وهنا هذا لوز مقطع وعندي طبعا هنا عندي نصف كوب من القازو والجوز وعندي هنا هذا كوب من جوز الهند مبروش جوز الهند بالنسبة للمكسرات حبايبي تقدرون انتم تقللون او تزيدون او تغيرون اي نوع من المكسرات او اذا ما موجودة بس تكتفون مبروش جوز الهند اذا ما متوفرعتكم المكسرات نيجي للطريقة مثل ما تشوفون هنا انا عندي قدر بمي او مصفي فوق القدر حطيته يعني هو يجي المصفيوية القدر حتى يعني نفس الحجم تقريبا حتى ممكن يقوم به وهنا حطيت الجزر بالمصفي حتى اطبخه بالبخار انا ما اريد اطبخه بالمي حتى ليصير نسبة سوائل كثيرة بالجزر اه وهنا راح اغطي واتركه اه تقريبا تركته نص ساعة اه انطبخ على مهله اه بعدين اشوفون ورجعت لبعض نص ساعة هذا الشكل انطبخ واستوى تحبات الجزر اه مثل ما دا نشوف مثل ما دا نشوف اصدقائي يعني حبة الجزر لازم تكون مهروسة او يعني كلش مستوية حتى بعدين من نهرسها تكون سهلة يعني هسه راح اشيله من على النار اتركه على جنب بعد ما يعني هنا تركته مرة ثانية تقريب 10 دقايق على النار اضافية وبعدين وبعدين راح نشيل تركه على جنب الى ان يبرد تماما حتى نقدر نرجع نهرس بالمهرسة هنا انا يعني بديت اهرسة بهاي المهرسة اليدوية او نسميها الطقماخ او ما عرف شو تسمون نستعملها القيمة اه طبعا اه هيجي هرسة بايدي اه لحد ما تقريبا اه نعم ممكن يذاعدكم المهرسة اليدوية انا عندي المهرسة الكهربائية ايضا اه لكن هنا بالبداية ما استعملتها حتى اوضح انه للناس اللي ما عدهم ممكن يستغنون عن المهرسة الكهربائية ويستعملون الطقماخ اه بهذا الشكل كمن تنعيم الجزار وهرسة بهذا الشكل الى ان يصبح كل يعني بالكامل مهروس ونعم هسا نرجع اصدقائي بعد ما هرسنا نحط عليه السكر انا هنا مثل ما قلت لكم استعملت كيلو من السكر لكيلو من الجزر بس طلع حلاته زيادة اذا تحبون انتو الحلاء اقل اذا ما تحبون الحلاء زيادة تقدرون شوية تقللوا من نسبة السكر يعني حطوا ثلاثة اربع الكيلو اذا تحبون سكر قليل هسا هنا رح اشعل النار على اعلى درجة واحرك السكر ويالجزر رح يكون التحريك مستمر ما وقف التحريك حتى لا يحترق ارضية القدر ويشوط ويخرب لي الحلاوة رح نظل نستمر بالتحريك اصدقائي تقريبا يعني كلها تحتاج تقريب شي نص ساعة هنا غيرت حولت على المهرسة الكهربائية او الميكسا حتى ينطيني نعمة اكثر بالجزر وتكون كلش كلش نعمة حتى لما احطها بالقالة بتكون نعمة حسن اصدقائي هنا رح اضيف لها المطيبات رح اضيف لها ملعقتين من ماء الورد مثل ما تشوفون اذا تحبون تزيدون او تنقصون او ما اضيفون ماء الورد بكيفكم ورح اضيف لها ايضا كيسين او ضرفين من الفانيليا او معاد الملعقتين من الفانيليا ملعقتين كبيرة من الفانيليا سكر الفانيليا اذا عدكم سائلة اذا عدكم باودر اذا عدكم اي نوع من الفانيليا تحطون طبعا رح ينطيها في الطعم كلش حلو خليط الفانيليا وية مع الورد هنا رح اضل ايضا يعني نستمر بالتحريك الى ان تختلط كل المواعد طبعا رح يبدي شوية لونها يغمق لان يبدي السكر يتكرمل هنا رح اضيف هسا المكسرات كلها بالتدريج اللوز والبندق والجوز والقازو الى ان اكمل كل كمية المكسرات طبعا مثل ما قلت لكم المكسرات حسب الرغبة تقدرون تضيفون نوع واحد تقدرون تضيفون انواع مختلفة تقدرون تضيفون بس المبروش جوز الهند ما تضيفون المكسرات ايضا هاي راجئ لكم وحسب المتوفر لديكم هسا انا ضفت هنا المكسرات ممكن اضيفوا الهفستق اخضر ايضا ينطيها في لون مختلف ويالون الجزر البرتقال ليطلع كلش حلو لونها نخلط نخلط الى ان تتجانس كل المواد وبعد اريدها تسمك اكثر يعني تسخن اكثر الحلاوة حتى يعني لما نصبها بالقالب ونقطعها تجي بشكل متماسك طبعا هنا رح اضيف الها نشا هنا عندي منعقتين من النشا ورح اضيف الها جيلاتين بقري اذا ما متوفر اتكم الجيلاتين البقري ممكن ضعفون كمية النشا يعني مكان معلقتين النشا اضيفون اربعة ملاعق نشا وهنا جاي نذوب النشا بقليل من الماء وجيلاتين نفس الشي اذوبها بقليل من الماء البارد حتى نضيفها للجزر هنا هاي الحلاوة شوفوا شون سخنت شوية هس رح اضيف لها الجيلاتين البقري بعد ما ذوبنا بهذا الشكل وراح اضيف لها ايضا النشا بعد ما ذوبته مثل ما قلت لكم اذا ما متوفر عدكم الجيلاتين ما مشكلة ضعفوا كمية النشا بهذا الشكل هس رح نخلط هاي المواد كلها ونحرك ها بشكل جيد الى ان طبعا لازم يكون الخليط حار جدا لما نضيفون هاي الجيلاتين ونضيفون النشا حتى رأسا يتماسك وينطيني يعني ثخن او هي تكون حلاوة متماسكة رح رح تكون درجة حرارة كلش عالية رح تكون يعني شوية ينطيني يقوم يبقبق ويطفر فنتبهوا انه ما يأذيكم وما يحرقكم طبعا هنا اخر شي رح نضيف اللاموندوزي او حاموض الستريك او حاموض منح الليمون رح نضيف ونحرك الى ان يختلط كل المكونات بهذا الشكل انتهينا من حضير او طبخ حلاوة الجزر وهس رح ننتقل الى تفريغها في قالب او صحن او صينية او اي شي ممكن نفرغها به حتى تبرد وتتماسك هنا مثل ما تشوفون انا عندي هذا صحن البايركس او صحن اللي دخل الفرن انته اي صحن مربع مستطيل او او صينية ممكن تستعملوها طبعا اول شي نغلف القاعدة بورق النايلون الخاص بالمطبخ مثل ما تشوفون بهذا الشكل بعدين رح نحط ارضية بالصحن شوية من مبروش جوز الهند حتى يعني ينطيها يعني مبروش جوز الهند من بالوجه وبالظهر يتوزع بشكل جيد و هس رح نفرغ او نصب الحلاوة فوق المبروش جوز الهند و نساويها ونرتبها بهذا الشكل فوق اشترك انظر مربوش حتى اشترك نساوي سنور اشترك نصب اشتركوا في القناة نخلي كل الكمية اللي بقت ادنا نوزعها على وجه الحلاوة بهذا الشكل ونساويها اكيد يعني بيدنا او بملعقة او اي شي راح نغلفها اصدقائي بالنايلون مرة ثانية بهذا الشكل نتركها بالثلاجة لمدة تقريبا اربع ساعات او الى ست ساعات بعدين نطلعها انقطع هنا اصدقائي بعد مرور تقريبا ست ساعات طلعتها من الثلاجة ونشيل من على وجهها النايلون نحاول هنا نحركها يعني حتى تنشالها بسهولة بعدين راح نجيب صينية ونقلبها في الصينية ونشيل النايلون الثاني اللي بالظهر وبعدين نرجع رجعها بصينية اخرى حتى يبين الوجه مالتها بهذا الشكل وبعدين هذا وجهها شوفوها الشون متماسكة صايرة قطعة وحدة هنا راح اقطعها بقطعة او بسكينة او بايشي متوفر اتكم بهذا الشكل اقطعها على شكل مربعات صغيرة او بايشكل انتو تحبونا تقطعوها مثلثات كيفكم وبعدين راح نزينها بالمكسرات ونحط نحطها بصحانة تقديم هذا الشكل ها اصدقائي شوفو شون من نشيلها متماسكة شوفو المكسرات اللي بداخلها شكلها كلش حلو ومنظرها حلو وطعمها كلش كلش طيبة احبائي طبعا هي مفيدة اكيد لان مليانة بالالياف اللي هي جزر صاحبها سكر هواي لكن ايضا اذا واحد اكل قطعة واحدة ما راح اتأذي هنا جاي ننقلها لصحنة تقديم وراح نزينها بالمكسرات عندي هنا جوز او قازو جاء احط عليها عندي ورد جوري للمانت التزيين وكيفكم تحطون عليها في السق اخضر ينطيها لون حلو او يزيد بجمالها بكيفكم شو تحطون عليها او تركوها فقط بجوز مبروز جوز الهند ايضا يعني شكلها راح يكون حلو وجميل ولذيذة وبهذا الشكل اصدقائي اليوم انتهينا من عمل حلاوة الجزر او الجزرية اتمنى ان تكون نالت اعجابكم واتمنى لكم اوقات سعيدة